لانه ايضا يجرنا الى محاضرات ولكن بنحو الاجمال توجد اتجاهات اربعة الاتجاه الاول اعتقد ان هناك تعارضا ذاتيا بين الدين وبين العلم خلص انتهت القرط واذا كان تعارضاتي بعد يمكن التوفيق او لا يمكن التوفيق لا يمكن على ماذا نتعب انفسنا يوجد في جوهر العلم شيء وفي جوهر الدين شيء يلتقيان او لا يلتقيان لا يلتقيان وهذا هو الاتجاه الذي يذهب اليه البعض ولذا انا اتصور ان امثال هؤلاء لا بد ان يذهبوا الى نظرية التفكيك وهو ان يقولوا تفكيك الموجود هنا اعرفت شون في مشهد وفي قوم مولان وهو انه اساسا فليبحث العلم في عالمه وليبحث الدين ماذا في عالمه ولكنه هذا جواب ابتر لماذا لانه الموضوع واحد العلم دا يقول عنه اليف ونفس الموضوع دا يقول عنه العلم ماذا الدين ماذا ها يعني الموضوع واحد والمحمول متعدد لا ان الموضوع متعدد حتى نقول بالتفكيك ولهذه للنظرية التفكيك واقعا انا اتصور الذين كذا واقعا الى الان لم يحرر محل النزام ما معنى التفكيك اصلا ان الدين في محله والفلسفة في محلها والحلم الطبيعية في محلها والكذا لا لا ابدا لان الموضوع ما هو واحد وانت تقول افعل وذاك يقول ماذا لا تفعل على احوال هذا الاتجاه الاول الاتجاه الاول الذي هو يشير اليه في مقدمة هذا الكتاب وهو انه ان هذا القول كثر كثر ما علت الصيحة في هذه الايام ان بين الدين والعلم عداءا وان في طبيعة الدين شيئا يعاند طبيعة العلم وان في طبيعة العلم شيئا يعاند طبيعة ماذا الدين على سبيل المثال على سبيل المثال ان العلم ثابت او متغير متغير متطور الدين ما هو ثابت او متغير ثابت اذا يعني يشتبعان ولا يشتبعان لا يشتبع قد يقول قائل الحال الاتجاه الثاني تقديم المعطيات العلمية على المعارف الدينية وتأويل المعارف الديني كلما جاء شيء من العلم وان كان يصيب ويخطأ ووجدنا ما يخالفه في المعطيات الدينية نتصرف في من ها في الدين كما انكم تفعلون ذلك عندما توجد عندكم قواعد عقلية افترضوا تقولون ان ظاهر القرآن التجسيم ولكن الدليل العقلي يقول ان الجسمية على الله محال اذا ماذا تفعل للآيات القرآنية ها تؤولونها لماذا تقول بل يداه مبسوطتان يعني يد الماذا يد القدرة لماذا ما ما الذي دعاك الى هذا دعاك الى هذه قاعدة اقلية هنا القاعدة العلمية تقدم على المعارف الدينية كما انت تقدم القواعد العقلية المسلمة عندك على الظواهر القرآنية او النصوص الدينية هنا ايضا قدم العلوم الطبيعية على ماذا طبعا متى تأتي اذا صار البناء تقدم العلوم الانسانية ايضا على العلوم والمعارف الدينية يعني علم النفس هكذا يقول علم الاجتماع هكذا يقول علم التربية جنو هكذا تقول هاي علوم بعد كلها علوم مرتبطة داخل في دائرة في دائرة العلوم الانسانية ما ادر واضحي ولا ايهما نقدم نقدم معطيات العلوم الانسانية على المعارف الدينية او المعارف الدينية على المعطيات ما على سبيل المثال في علوم التربية يقول الطفل في عالم التربية لابد ان يضرب جسديا او لا يضرب في علوم التربية يقول لا يضرب ولكنه في علوم القرآن مو يقول الاطفال ما اضربوهم نساكم هم فاضربوهن كما يفسرون الاية هكذا هالسالان يقول مثل ما ادري كذا الضغفا من كذا هذا كل توجيه ولا ظاهر الاية على سبيل المثال ماذا يدل على الضرب وهذا ماذا نفعل له ايهما نقدم نقدم معطيات نتائج العلوم الانسانية الحديثة او نقدم شنو المعارف الدينية هذا الاتجاه يقول من الان نتخذ موقف تقديم المعطيات العلمية على المعارف الدينية وتأويلها الاتجاه الثالث كاملا مع كوس مولان العلوم الطبيعية تقول ان الارض كروية يقول اخطأتم الروايات تقول ان الارض جنوية مسطحة مولان خلصة واكو دراسات الان لاثبات ان الارض ما هي مسطحة انتو تصورون هذه جذورها اين جذورها في الروايات اللي تقول الارض كروية لو مسطحة ان الارض واقف على قرن شنو ها على قرن ثور يقول لابا العلوم الان الطبيعية يقول هذه كلها ارمي بها في سلة المهملات رواية معتبرة في في الكاف الشريف هالش يقول يقول قلت اتلقى ما ادل واضح وهذا مبنى انا لست على ان الله يعلم اريد ان تقص من هذا اريد اقول هذا لابد تعين لي حتى انا استطيع ان اقيم الجسر البحث معك انت الذي تعتقد ان الرواية مقدمة على معطيات العلوم الطبيعية والانسانية بعد انا استطيع ان اتكلم اياك او لا استطيع اذا كان مبناي الاتجاه الثاني استطيع او لا استطيع يغلق باب الحوار بعد انت لا معنى للدخول في الحوار لانو انت تتكلم في عالم انا اتكلم في عالم اخر الاتجاه الرابع عزائي محاولة التوفيق ما بينهم ولهذا انت تقرأ في الحكمة المتعالية ما هي من اهم خصائص مدرسة الحكمة المتعالية لمل صدرها او لغيره من الاعلام الذين قالوا بالحكمة المتعالية ها مثل ابن سينا في في الاشارة ما هو يقول بانه اذا كانت هناك معطيات فلسفية واكوناك معطيات دينية ووجدنا ظاهرا يوجد بينهما تعارض لابد ماذا نفعل ها والجمع او لا نوفق بينهما التوفيق بين العقل والنقل وشنو والكشف هذا الذي قال واضح صار عزائي ولذا الاعزاء اللي يردون بنحو الاجمال اعزائي هذه الاتجاهات بشكل اجمالي اشار اليها في هذه المصدر اللي اعشرنا الموسوعة الفلسفية العربية هناك اعزائي قال ونشأ الخلاف حول العلاقة بين العلم والدين انطلاقا من مشكلة الاولوية والمرجعية ماذا يقول عندما تتضارب بين الاحكام الموقف الاول تقديم الايمان يعني المعطيات الدينية على العيان يعني المعطيات العلمي هذا الاتجاه الاثاني انه لا مناصة من تأكيد اولوية النظر العلمي ونتائج الاختبارات ومرد ذلك ان العديد من المسائل التي رفض العالم العالم الديني البحث فيها اولا زعما منه انها تمس الدين قابلها اخيرا كحقيقة الراهنة قبلها غيره اذا لابد ان نقدم المعطيات العلمية على المعطيات ماذا الديني المحاولة الثالثة هي محاولة توفيقية لاحقة بين النظر التطورية والنشوئية والوحي ماذا والوحي الديني ومن اهم التفتول جيدا اعزائي ومن اهم الاعلام الذين ارادوا ذلك اعزائي هذا الرجل المولانا في تفسير الجواهر الجواهر في تفسير القرى اللي يقع في ستة وعشرينة جزءا 13 مجلد وطبع ايضا الطبعة الحجرية يعني اذا لان يطبع ما هذا طبع حديثا مطبوح ولو ما مطبوح لا اعلم الجواهر اعزائي هو في المقدمة بشكل واضح وصريح يقول بسم الله الرحمن الرحيم مجلد الاول فاني اما بعد فاني خلقت مغرما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية مشوقا الى ما في السماء من جمال فاردت ان اقول ان القرآن يعارض او لا يعارض فحملت الايات القرآنية على بيان ماذا ها على ذلك يصرح في المقدمة